تبدو المعركة في الرمادي أشبه بحرب مفتوحة ترددت القوات العراقية خلالها إعلان الحسن مراراً لكن تقدماً مضطرداً للقوات الأمنية ومقاتلية العشائر بإسناد كبير من طيران التحالف الدولي يزيح داعش تدريجياً إلى السحار والأطراف البعيدة الآن نحو 70% من أراضي المدينة تم تحريرها من جيوب التنظيم في إعلان لمجلس الأنبار تقدم سجل بعد معارك دروس استنزفت خلالها الكثير من قدرات داعش حاول هذه القوات الأمنية أن تكبد العدو داعش الأرهابي خسائر كبيرة في جرحاه وقتلها تؤتي العملية العسكرية أكلها لكنها تمضي ببطء حسب مراقبين فداعش حول المعركة حرب عصابات في الأحياء السكنية لعله يستنزف قدرات الغريم عديداً وعتداً والأهم من كل هذا جعل عمل التحالف من الجو مكبلاً بمحاذير كثيرة معتن تعتبره الحكومة العراقية سبباً رئيساً في تأخر حسم معركة الرمادي ومعها الأنبار وفي قراءات أخرى كانت المعركة ذاتها لتحسم سريعاً لو لم تواجه القوات العراقية ما يمكن وصفه بالفطور في الالتفاف الشعبي والسبب في قراءات عدة حساسية طائفية فالحشد الشعبي المشكل من العديد من الميليشيات الشيعية المدعومة إيرانياً يقود عمليات الأنبار العسكرية ويصفق لما يحققه من تقدم من يهمه أولاً القضاء على داعش في مدن المحافظة والعراق والمنطقة بأسرها لكن من بين أهالي المناطق السنية من يخشون دخول هذه الميليشيات محافظتهم بل يعتبرون الأمر إن حدث كارثة فالحشد الشعبي حسب هؤلاء ما دخل مدينة إلا وأحرقها وأباد أهلها وهجرهم وفيما حدث بجرف السخر وديالا وتكريت دليلهم فأهالي هذه المناطق لا يعرفون حتى الآن سبيلاً للعودة إلى ديارهم منذ أن بسط الحشد الشعبي سيطرته عليها وفي قراءات اللي عارفين بالشأن العراقي دخول الحشد الشعبي إلى الأنبار يعني بداية مرحلة أخرى من حرب طائفية بامتياز قد تحرق العراق بأكمله أسباب عدة إذن يبرر بها تعثر حسم المعركة وتكتيكات برية وجوية مجهزة لبلغ الأمر في أجال غير محددة لكنها وشيكا يؤكد مجلس محافظة الأنبار مجدداً وبينهما يقبع نحو 200 ألف شخص داخل الرمادي معظمهم أطفال ونساء لا يعرفون للفرار من بطش داعش سبيلاً ترجمة نانسي قنقر